والان جاري تحضير الادوات انت بقى لما الدنيا تقفل في وشك هتعمل ايه هتدور على صورة ليك بتحبها وتقوم ترسمها انا على سبيل المثال كل ما الدنيا تديق بيها وما دور على صورة انا بحبها وارسمها ليه وقول ايه لا بأسها بالقليلة من النرجسية يا صديقي ماهو من رأيي شخصي انت هتلاقي امتع واروعة واعظم من ملامحك الارت تترسم اصلا خلاص مفيش ارت يستحق اتعبك اكتر من ملامحك وكانت هذه من التجارب القليلة جدا للسوفت باستل بس كل مرة بحس ان انا بتقدم فيه وبفهم اكتر طبعا فانتظروا مني الكثير ومن العظمة وطبعا نتيجة ان انا رسمت الرسمة وانا مدايا اصلا فبديهي اطلعها بايزة الاوتلاين مش احسن حاجة بس الالوان تحفظ فمش موضوعنا دلوقتي كل الدعم الايه